اختيرت مصر الاطلاقي برنامج الصحة النباتية الافريقي خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فهو يتضمن البرنامج التدريبي جلسات وزيارات ميدانية لعدد من المزارع للوقوف على أحدث تكنولوجيا رصد الآفات الحجرية في مؤتمر صحفي أعلن ممثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عن اختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الافريقي وذلك بحضور تسعين متدربا من احد عشرة دولة افريقية والذي يستمر خلال الفترة من الخامس والعشرين حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري يقوم هذا النظام بدعم عملية رصد وتتبع الآفات ووجودها على أرض الواقع بطريقة سيستماتيكية يعني طريقة كاملة للمسح الكامل تدريب المدربين في هذه الدورة التدريبية يسمح لنا أن ننقل المعلومة وعمل حصر يساعد على اتخاذ قرارات جريئة في حال مكافحة الآفات وحصر انتشارها مما يدعو في النهاية إلى حماية البلد وزيادة الاقتصاد وتسهيل عمليات التجارة الخارجية مهم جدا أن نقلل الامباكت بتوع حشرات الآفات ونمنحهم من تساعد الاجراء في إيجبت وفي أفريكا وعلى العالم البرنامج التدريبي يتضمن جلسات وورش عمل حول رصد الآفات الحجرية بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المزارع للتعرف على أحدث تكنولوجيا يتم استخدامها لرصد الآفات الحجرية ومكافحتها وذلك على يد خبراء متخصصين وبحضور ممثل الاتحاد الأفريقي البرنامج مهم لكل الدول الأفريقية لأننا سنعمل على تدريب الحاضرين في مجال الصحة النباتية ومكافحة الآفات الحجرية وكيف يمكن تشخيطها ومواجهتها وكيف يمكن للمتدربين نقل ما اكتسبوه في البرنامج التدريبي لثمانائهم وأشيروا إلى أن هذا البرنامج التدريبي خلال خمس سنوات سيقوم بتقطية أربع وخمسين دولة إفريقية العالم كله شهد التطور الذي حصل في مصر في القطاع الزراعي خلينا نقول أن القطاع الزراعي هو اللي كمان سند مصر خلال الفترة بتاعة جائحة كورونا ومعاقب الحرب الروسية الأوكرانية فكان دايما التركيز على مصر إزاي أن هي قدرت أن هي تعدي الخطوات دي خلينا برضو نقول أن احنا بنتكلم من مصر من خلال 2018 لغاية النهار ده وإحنا بنتكلم فتحنا أكتر من 86 سوق جديد أمام الصدرات الزراعية المصرية فده إدى رؤية لمنظمة الأغذية الزراعية الفياة والاتفاقية الدولية وروقية النباتات أكبر أن هي إزاي مصر إدت تدغلب على بعض الصعب زي الأفاتي اللي احنا ذكرناها خلال المؤتمر الصحفي اختيار مصر يأتي في إطار تعزيز مكانتها في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي إلى جانب ما يمتاز به الحجر الزراعي المصري من قوة فنية في مجال الصحة النباتية والتي تمثل نموذجاً إفريقياً يحتذا به في هذا المجال الحيوي جرمين إبراهيم التلفزيون المصري